بسم الله من شخصيات الجميع الواحد اللي تتعامل معها كان اوبس بيه اوبس بيه فعلا كان اوبس بيه كانش يعمل اي حاجة في المكتب يعني مثلا تقول له ان صمحت عايز تعمل له مثلا القهوة يقول له اكتب ما هو القهوة هي والبتاع هي انت عايز من ايه ما كانش بي ننظف و ما كانش بيعمل الحاجة خالص هو كل واحد شغال شغل لنا مطلوب منه يعني بعض الحاجات في الوظيفة ديت سواء شغال مدير شغال محاسب شغال مهندس شغال اي وظيفة مطلوب من الحاجة طوالهم كانش بيعمل الحاجات ديت تمام في مره من رات مثلا عساب المثال كان يوم اجازة وكانت انا رايح اساس فيه شغل بباراج عليه كنت انا رأس القسم بباراج عليه قبل ما نتبعه ونبعثه وقبل صاحب الشركة نتنشف بعض الحاجات في الشغل وعساسنا نقفل الشغل نقفل مشروع دوت فاول ما راح تلاقيت فيه عما كانوا شغلوا قبلنا بيوم وكانوا تقريبا نتعشوا وسابين الورق فبتاع الطبع بيقول الوفيس بي يعني ما ننظفش حاجة ليه قال له انا ننظفها ليه يعني ده ناس جايين من بره ومشتغلوش فالنا سيبها حد من صاحب الشركة يجي ويشوف ما عمل ايه بش عامل ايه فانا رحت قايم رحت ننظف المكان وراحت شال الورق وراحت ايه حاطه في الزبالة وطوله عما الراجب جاي يتناقش معنا باش جاي ينضيع وقتين في حاجات زي كده وهو يعني فعلا ما كانش بيعمل ايه شغل خالص في قلب المكتب فمرة المراكد قايمة المحاسب فبيقول لي عارف مين هم واحد بماشي شغل في المكتب وهو يعني المكتب يقف من غيره فبقول له مين بيقول لي الوفيس بيه ده فبقول له ازاي بس ده انت عارف انه ما بعملش حق خالص فقالي ده سبحان الله لو في فلوس عند ايه حد وانا وراس قسم المحاسبة والادارة كلها راحت متعرفش ياخد الفلوس خلص متعرفش تتخلص المستخلصات او الفلوس اللي لينا عند الشركات التانية ده يروح ما بمشيش غلما يقابل صاحب الشركة او المدير وياخد منه شيك تمام ايه مصلحة حكومية بنروح ممكن نقابل خمسة ساعات ده بيروح ينط يبص من شباك يعمل يتنطط طلع لهم من مصورة المجاري المهم ان هو ما يرجعش غيره مخلص الورقة ومخلص الاجراءات ومخلص حاجات ديه ما فيش حاجة بنعوزها غير لما نبعته ويرجع جايب لنا الفلوس او خلصنا الورق لو عايزين طلع جواز سفر في ساعتها بيطلع يروح يتنطط جدد يعمل المهم بيرجع خلصنا شغل في تأمنات في الجوازات في كله يعني قال لي رغم ان هو ما يعرفش اي حاجة في الانجليزي والعربي بصعوبة بيكتب اسمه بس لما منبعته في اي حاجة بيخلص يعني سبحان الله كل واحد مخصص في حاجة فلازم كل واحد يعرف انت قاوف ايه تمام يعني ممكن تكون انت قوي في تعلم اللغات تمام مقاوف في الحسابات تمام ممكن تكون انت مثلا بتعرف ترسم كواس جدا ومتعرفش في الحسابات بتروح داخل قسم مثلا معتمد على الحسابات ومش معتمد على الرسم فهم حاجة ان انت تعرف نفسك لو عرفت نفسك هتقدر توصل لمستويات تعالية وتبدأ بسهولة جدا تلاقي طريق كده يعني سالك تمام فلازم كل واحد يعرف نفسه محدش يحتكر الشخص اخر كل شركة تحاول تحط واحد في المكان المناسب هو ده بش اوفيس بيه ده مندوب للشركة ده مندوب للشركة ده مخصص الحاجات اللي بره تمام فعشان كده هو طول ما موجود في الشركة ما بيعملش حاجة خلصة تمام فانت لازم تستغل قدرات كل ناس اللي معاك تعرف مثلا ده ده كويس مثلا في التصميم فده يصمم مثلا ده كويس مع تعمل مع الاخرين يبدأ مع انتخصص ان هو يتكلم مع ناس اللي ياب من بره الشركة ده كذا ده كذا عدت كل واحد في مكانه اتدار تنجح ان شاء الله اشتركوا في القناة